هذه هي الأسئلة اللي يجي في الباك يقول لك أسئل أسئلة حول كلمة المسطرة يعطيك جملة خبرية ويقول لك حولها لي إلى سؤال ويسطرك حول الكلمة ويقول لك أسئل وش هي هنا برك في التمرين هذا ما كتبتش الكلمات المسطرين خليتهم انبولد غالدين خليتهم بركة المهم تبعوا معي الكلمة اللي تلقاها غالدة معنى توي مسطرة في الباك دي ما يجيكم الأسئلة كما هذه وهذه الوحدة مرشحة بقوة في هاد العام للباك للشعب العلمية نبدأ وعلى بركة الله نايل أرميسترونج وز أونلي وان ميتة ايتي سنتيميتة انهايت نايل أرميسترونج نايل أرميسترونج نايل أرميسترونج هذي معنومات إضافية بركة بش تعرفوها نايل أرميسترونج وز أونلي وان ميتة ايتي سنتيميتة انهايت عوح كارك هنا أعطالك قل لك ميترة وثمانين سنتيميتر وش معندتو حتى ولو كان ما فهمتيش انهايت هذي ميترة وثمانين سنتيميتر معندتو الطول تاع نايل أرميسترونج بش طول تاع المكان كيف نديرو حنا أعطالك هاو نقل لك حول الجملة هذي من نقطة تنتهي بنقطة إلى جملة تكمل بكوستشن مارك نبدأ ونديرو تحليل جملة أعطاك تكمل إيجابة هنا بش تكتاهدر على طول شخص ما تكتب هاو طول هاو طول ديما نروحو للجملة تاعنا وان هو سابجيكت نايل أرميسترونج سابجيكت هو ديما اللي يجي في اللواتة جملة ووز من لوراها الفيربول لأوكزيلوري اللي أنو عنا توبي يحتسب أوكزيلوري من لورا هاو طول جيب ووز هذي بعدها جيب السابجيكت ودير كوستشن مارك وهذيك اللي سطرنا علىها تروح من الجملة سطرت لك على هذي كاملة تروح لأنو يعوضت بهاو طول ساوو ما تنساوش علامة استيهم في ملقة ساو عندما تتكلم عن طول أشخاص طول أشخاص نقول هاو طول بلس اكزيلوري اكزيلوري سوري جيفن اللي يعطيهولك بلس ديما بلس كوستشن مارك كون عطاهولك إيز حط هنا هاو طول إيز فور اكزيلوري ناير أم سترونج ولا هاو طول آريو آر يو آر هذيك تعود علي هاي ذيك ما أحفظوها أسهل مما يكون الدرس هذا شوي تركيز بل نروحوا لجملة التالية بلس ديستانس فروم ديستانس فروم ديستانس فروم ديستانس مليون كيلومتر انت واحد اكبرك تشوف 1496 مليون كيلومتر كيلومتر هذي على ويتعبر تعبر على ديستانس على المسافة قالك المسافة من الأرض إلى الشمس تكون المهم اعطانا راقب هنا كيلومتر انت كيف هتدير جملة بتاعك كيما قلتلكم اعطالك ها وقال لك حول الجملة إلى كوستشن إلى كوستشن هنا وتكمل بكوستشن مارك كيف هنديروا بش نسقطوا على المسافة هاو فار اللولة واش درنا فيها وجدرنا فيها الجملة اللولة اللي هي هاو طول سقصينا على طول الانسان هنا على مسافة بين مكانين هاو فار هي عنا هاو فار من لورة هاو فار ولا هاو طول واش قلتلكم ديما الأوكزيلوري نروحوا لجملة هادي كاملا يسبجك هادي فاعل من لورة الفاعل واش يجي الفاعل نحطوا الإز كيما راهو نجيبوا سبجك ونديروا كوستشن مارك هايا لكم هاو فار is the earth to the sun كوستشن مارك تكمل أو تقدر تدير الجملة what is the distance of the earth to the sun انت مخير تكتب هكذا ولا تكتب هكذا السؤال عن المسافة نستعمل how far هاني قلتلكم how far plus the subject plus the verb plus the the subject plus the auxiliary هنا توبي plus the وش هي the subject نروح السؤال عن المسافة نستعمل how far plus auxiliary plus subject plus question مارك ولا نديروا what is the distance كيما تحبوا انتوما مخيرين بصح أنا ماذبية تكتب لو how far how tall how far عم بالكوش قدتا هده what is the distance subject question مارك نروحوا للجملة التالية قلت light travels الضوء travels at speed speed هنا وش هي speed هذي speed اللي هي السرعة of 300 thousand kilometer per second معنى توق قلت 300 1000 كيلومتر في الساعة هنا عنا how وديما تكمل الجملة ب question mark ديما ديما عندكم تنسى كيف نديروا بش نهضروا على speed نهضروا على السرعة حاجة ديما ديما عنا اعطى كيلومتر per second per minute انتو ما per hour انتو ما اللي تعرفوها هذي ديما رح تهضر على السرعة كلمة مفتاحية بين الكام بش نهضروا على السرعة نديروا how fast how fast هنا ونهو الverb نروح نديروا التحليل الجملة light اللي هي تجي في الول وش هي subject ملو راق معناش was ولا ease كيما هذي كيما هذي كيما هذي هبطنا ease حطينا هنا بصح هنا عنا الverb يتبدل عنا هنا travels travels هذي كيف عوضنا does تحط how fast does auxiliary يعوض الفعل هذا the light تجيب subject وتجيب الفعل تنحيل الاس تسمى هنا حطي does هنا تحط الفعل كما هو how fast does the light travel how fast does the light travel how fast plus the subject plus auxiliary sorry plus the subject plus the verb الverb كيما قلت تنحيل الاس كل جات هنا traveled ed تحط deed هنا عندك الاس معنى present تحط does ولا تقدر تقول what is the speed of the light ما هي سرعة الضوء يما تحب مخير انت انشاء الله تكونوا في متى نروحوا للقاعدة how fast plus auxiliary plus the subject plus the verb plus the question mark or what is the speed of the light what is the speed plus the subject وتحط question mark ما تنساهاش what is the speed of وتكمل subject what is the speed of تحفظ ها وفا تحط what is the speed of وتحط subject subject هذا ديما subject هذا ديما يجي في الأول في السؤال هوجة في الأخ نروحوا للجملة التالية the highest mountain in africa is mount kilimanjaro كلمة افريقية هذه قالك أعلى قمة هي kilimanjaro هذه with 5,895 meters هنا أعطي بالمتر highest mountain mountain معنى جبل أعلى قمة في افريقيا اللي هي قمة kilimanjaro هذه ب5,895 متر هاي كيف ندير وحنا المرة اللي فات حكينا ولا في الأسئلة اللي فات وش قلنا قلنا بش نصق سيو على طول ولا ارتفاع شخص ما وش نقول how tall بس صح هنا وش عنا عنا ارتفاع قمامة نكتب what is what is نجيب هذه the highest mountain in africa subject ونحط the rest of the sentence ونحيو هذه mount kilimanjaro with هذه كاملة اللي رايحة مع الارتفاع للسؤال على الارتفاع في مكان ما وش نكتب what is the height تحب تكتب what is the height of kilimanjaro ولا تكتب what is the highest plus the subject plus the question mark what is the height of البلاصة هذه وتحط question mark أو اللي تكتب what is the highest mountain in africa question mark هاي نروحو للجملة هذه our planet takes 23 hours 56 minutes and 4.1 seconds to make a hill round on the sun قال لك الكوك بتاع نا يدير 23 ساعة 56 دقيقة و 4 ثواني بش يدير دورة حول الشمس نقول لك انا كتبت لك how هنا عوه رح نسقصي على مدة زمانية معينة بش نسقصي على مدة زمانية معينة بش نكتب how long how fast للسرعة how long لمدة زمانية how tall ارتفاع زيد what is the highest or هذه how far المسافة عنا هنه how long حطيت هلكم لان تهدر عمودة زمانية معينة وينه الverb قلت لكم اللي في الول دي ما subject من الورا الverb وش عنا من الورا ال subject عنا الverb الverb بذى وان tense takes كما travels نحط does كون هنه عنا took twill dead how long does وينه subject our planet حطيناه ملورا auxiliary نحط الverb ونحط to make a whole round on the sun ونحيو هذي المدة زمنية دي ما الكلمة الموسطرة تتنح هم سؤال how long does auxiliary subject الverb لانه ما عناش الverb to be سينه ونحط الverb بعد subject بس عنا الverb مصرف في البرزون لازم نستعمل وفي المساعد هذه الانجليزية كما هاك to make a whole round on the sun وتكمل الجملة نحي هاذا وباك عايلي كملي السؤال عن مدة زمنية معينة how long auxiliary plus the subject plus question mark عنا هنا the earth weighs six trillion tons الارض تزين weighs تزين six trillion tons six trillion six trillion ton هنا رح تهدر على المص على الكتلة على الكتلة ولا الوزن كما ننصق على الوزن ولا الكتلة how much الverb هذا in which tense weighs في الاس present تحض كما قلتك السبجكت ونهو دي ما فلو the earth ملو راح بعد تسمى how much does the earth ونهو فيعل weighs علي حطينا weigh لأنه does هذي استعملناها في بلاستو كيما travel how fast does the light travel هوليك how much does the earth weigh الاس ما كانش وشي يتحض بركان حوي جاك سهلين لسؤال عن الوزن how much plus auxiliary plus subject plus question mark اهي وصلنا السؤال الخلاف there are 28 students in this class قل لك هناك 28 تلميذ في هذه المال الوشاسمو وصطرت لكم مع كلمة 28 ميئنو كتبت هذه وكيف نسقطيو على العدد معين how many للوزن how much و الوشاسمو للعدد how many لأنو نقدر نحسبوه نجيبو هذي تمشي العكس شوية how many ذي كاسبيسيال من وراها subject students تحطو are الverb to be وتعكس لي في اللول هذي كيف تجي جملة how many students ديما الكلمة اللي تجي بعد العدد تحطها من وراها how many وتجيب الفعل تيعك وتحط تعكس بينه وبين subject هنا ليجا في اللول لسؤال عنين عدد نستعمل how many plus the subject plus auxiliary plus the rest of the sentence شكل الجملة how many من وراها الاسم هذك ليجي بعد العدد من وراها الverb لي في جي في اللول وتعكس مع subject لي في اللول هذه هي إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك على القناة ليصلكم جديد باي باي